وتحية خاصة للمدرب الوطني هشام دقيق الذي ينجح للمرة الثالثة في الفوز بلقب إفريقي في كرة القدم داخل الصلاة مجموعة تقدم مباراة كبيرة وبأهداف كثيرة وبجمالية وباحتفالية كبيرة شكرا لكل من ساهم فالإنجاز الذي ينضاف إلى إنجازات تاريخية للمنتخب المغربي ربما إلى حنا في المغرب كنا اكتشفنا يعني ألعاب القوى وتعرفنا على القوانين ديلها وعلى الخطط ديلها خصا مع سعيد عويطا ونوى المتوكيل يعني المغرب اكتشف كذلك كل متتبع للرياضة والكرة القدم يعرف كل ثغيرة وكبيرة فيما يخص كرة القدم داخل القاعة يعني لماذا؟ حيث كان هشام دقيق والمنتخب المغربي اللي حقق هذا التولاتية الرائعة يحضر معنا أيضا الزميلين خالد ياسين وبدر الدين إدريسين مرحبا بكم مساء النور مساء الخير عليكم نحب جميع فؤال الصحابي الذي يأتي ويعود بين الفينة والأخرى وبالطبع اليوم يجب أن نشد بحرارة على ما يقدم هذا المنتخب وهذا المغرب على وشه التحديد الذي آمن بمشروعه بمفرده والذي كان هنا معنا والذي أعطانا صور تكرست في هذه البطولة ليس فقط على مستوى المنتخب المغربي الذي نعرف قدراته يعني اليوم طموحنا أكبر ليس فقط فوز بيكاس ومفرده أصبحت من تقاليد هذا المنتخب ولكن رؤيته للأشياء التي تبرز لنا لماذا نجح في هذا الاستقام مرة أخرى كان يفكر في تلك القوة الصاعدة في القارة أنجولا وليبيا أنجولا المنتخب الأنجولي الذي ابتدى به هذه المنافسة وأنها بمواجهته كذلك المنتخب الذي كان صعب الميرس وربما الذي يعطيه حلوة أكبر لأن البعض يقول وراء سهل تسوز بيكاس إفريقيا لم يكن الأمر سهل بدردي قطعا مساء الخير جلال مساء الخير لكل المشاهدين المشاهدين الكريمات مساء الخير لصديقنا والعزيز فؤاد وأيضا لزميلة خليد مساء السعادة لأن هؤلاء يصنعون السعادة وأعتقد أننا أصبحوا متخصصون في هذا الأمر في تقديم وجه مشرق لكرة القدم داخل القاعة وجه مشرق لكرة القدم داخل الإفريقي على وجه الخصوص أعتقد هناك فورة تحدث على مستوى الفتصال الإفريقي ولكن تابت في كل هذه المتحولات هو الفريق الوطن المغربي هو يشام تكيك بفكره الطاكتيكي وأيضا بمنظومة لعبه اليوم أمام منتخب أنجولا شاهدنا أنه يلعب بطريقة مغيرة شاهدنا خمسة ديال المباراة في كل المباراة يلعبون بأسلوب أو بنهجين طاكتيكي اليوم أعتقد بمعنى أنه ليس هناك هدف بالاختصاص هناك أهداف تدور حول كل اللاعبين هذا الجزء هو غيبش نقوله لا ولكن شوف في خدم الاحتفال 67 دقيقة من النقاشات كن كريما يا جلال اليوم هو يوم احتفال صحيح لذلك أنا قدر هذه المشاعر فلتطرقنا أن نطلق العينان وإلا سنحتجز هذا الجرس اطلقوا العينان ولكن أشدقائي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر